الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمزا يليق بجنابه ونصلم ونسلم على حبيب القلوب نبينا محمد وعلى آله وأحبابه وأصحابه وبعد أطرح عليكم سؤالا أيها الإخوة والأخوات أقول هل خطر في بال أحدنا كيف وصل الإسلام إلينا حب الله وذكر الله وكتاب الله وشرع الله كل هذه العظمة كيف بلغت إلينا ونحن هنا في بلاد الشام لا بل كيف بلغت إلى أرجاء الدنيا الجواب بسيط وبسيط جدا يتمثل بأولئك الرجال العظماء صحابة النبي المصطفى وآل بيته الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين الذين قال فيهم الشاعر أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامر نعم أولئك الذين غلب حب الله تعالى على أراحهم على قلوبهم على نفوسهم على أموالهم على أهليهم أحب الله تعالى أكثر من آبائهم وأكثر من أمهاتهم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وكذا وكذا وأموال تجارة أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله أن ينبغي أن يكون هذا كله في الدرجة الأخيرة وحب الله تعالى في الدرجة الأولى ثم حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نعم أولئك كسيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه الذي كان حب الله تعالى غالبا عنده على كل شيء ما فكر بأبيه ولا فكر بنفسه ولا فكر بأهله ولا فكر بالدنيا أخذ المال الذي ادخر من أجل نصرة دين الله تعالى في هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام بهذا الحب وصل الإسلام إلينا انظروا إلى المرأة وما كان دورها في هذا الحب المرأة اليوم تبقي على حب الرجل إن أحبها أو أبغضها المرأة اليوم لا تفكر بدين ولا معتقد ولا تفكر بهداية بنت أو ولد لا لا تفكر بعاطفتها تفكر بشخصها وتنسى دين الله وتنسى شرع الله والرجل كذلك أما المرأة في صدر الإسلام سمية وهل يمكن لنا أن ننسى سمية هل يمكن لنا أن ننسى أنها أول امرأة استشهدت في سبيل الله حبا في الله تبارك وتعالى سمية تلك المرأة التي لطالما تفنن أبو جهل في تعذيبها وهو يطلب منها كلمة واحدة من أجل الله والعزة فما كان منها إلا أن بصقت في وجهه فقتلها شر قتلة لماذا؟ ليس من أجل أي شيء دنيوي وإنما من أجل الله سبحانه وتعالى هذا حب الله الذي خالط قلبها ولا يزال الإسلام في مهده الأول في بدايته هذه المرأة فكيف بالرجل؟ لا تنسوا أن دين الله تعالى ما بلغ إلى الشام وما بلغ إلى المشرق والمغرب بهم من ضعيفة كهممنا كونوا على يقين لو كان الصحابة أمثالنا ما خرج الإسلام من حدود مكة المكرمة أو من حدود المدينة المنورة ولكن بصدقهم بإخلاصهم بحبهم لله عز وجل الذي غلب على كل حب أوصلوا الإسلام إلى بلاد الشام أوصلوا الإسلام في حياة سيدنا أبي بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان بلغ الإسلام إلى شرق الدنيا وغربها في خلافة سيدنا عثمان استطاع المسلمون رضي الله عنهم وأرضاهم أن يبعثوا طلائع الجيش المسلم إلى أرض شبه الجزيرة الليبرية يعني إلى أرض أسبانيا في خلافة سيدنا عثمان في خلافة سيدنا عمر وصل الإسلام إلى ما كان يسمى بأرض الروم يلي هو الآن أرض الأناظول وأرض تركية وربما تجاوز قليلاً في خلافة سيدنا عمر وصل الإسلام إلى ما بعد إيران إلى بلاد النهرين نعم كل ذلك حباً في الله تبارك وتعالى أولئك الذين خاضوا المشرق والمغرب من أجل أن يوصلوا هذا الدين إلى أمم الأرض عقبة بن نافع ليس صحابياً تابعي وصل بجيش الإسلام إلى المحيط الأطلسي وخاض في البحر وهو يقول يا رب لو أني كنت أعلم أن هناك أرضاً وراء هذا البحر لخطته في سبيله ورحم الله شاعرنا المؤمن حيث يقول أين من عقبة بن نافع صنديد البطولات من يجدد عصره خاض أي في البحر خاض والسيف في يمينه فلما بلغ الماء من جواده نحر صاح ربي لو لا الخضم أمامي أقف الآن عنده مضطرة لمضيت الغدات في الحرب أفدي دينك السمح لست أسأل أجر هكذا كانت الرجال يا قوم فأين اليوم مثلهم من يجرى أي من يجرى أيها المسلمون أيها المسلمات بحبكم لله تعالى في هذا الشهر المبارك جددوا العهد مع الله عز وجل وقوموا هداتاً مهديين دعاةً مصلحين أعلموا الناس بأفعالكم وسلوككم قبل أن تعلموهم بأقوالكم أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميعاً وأن يجري هداية الخلق والعبال على أيدينا إنه سميع مجيب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة شكرا